وللاقتراب أكثر ينضم إلينا هاتفيا دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي يعني دكتور مصطفى يعني دعنا نتحدث في البداية عن إدراك مصر الكامل والدائم لأهمية التكامل الاقتصادي في مختلف النواحي عالميا وإقليميا وتحديدا عن أفريقيا مساء الخير لحضرتك ولكل المشاهدين كل التأكيد مصر أدركت منذ تولي رئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور الأهمية القصوى للقرى الإفريقية ما بيسمى بأشقاءنا في القرى الإفريقية سوق كبير مليار و300 مليون نسمة في احتياج للتواصل والترابط ما بيننا وما بين بعضنا البعض في كيفية تحسين قدراتنا يعني الإنتاجية والتصنيعية والتشغيلي النهاردة بنشوف المعرض وهو طبعا اللقاء الثالث في هذا المعرض أولا كان المعرض الأولاني أو اللقاء الأولاني كان 2018 كان في القاهرة وعام 2021 كان في جنوب أفريقيا ثم المرة الثالثة تأكيدا على جدافعية وقدرة مصر لجذب أشقاءنا في القرى الإفريقية كان الاجتماع اليوم هو الثالث اللي احنا بنشوفه ده كان أبناء على زي ما بيسمى كده لابنة من لابنات اللي دختها مصر في القرى الإفريقية بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة عام 2019 وكان طبعا تولى السيدة الرئيس أن يتجمع التكتلات الأقصادية كلها إسواء الكوميسة أو الصادق أو الشرق الأفريقي أو الدول حوض النيل كل التكتلات في القرى الإفريقية تجمعوا فيه شرم الشيخ وتم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة هذا الأمر يا فندم هو ما بيسمى بتبني كيفية توجيه القدرات الإفريقية لتحسين القدرات للشعب الإفريقي وطبعا كان السيدة الرئيس تحدث أكثر من مرة وهو رئيس للقمة الإفريقية وموظمة التجارة الكثير من الموظمات التجارية العالمية أن يكون للقرى الإفريقية دور في مجلس الأمن دور في القيادة العامة لإنتاجية التصنيع وقدراتها الاقتصادية بذاتها وأن يكون ينقصنا أمرين هما التكنولوجيا وتوفير التمويل يعني ما إحنا فعلا في القرى الإفريقية محتاجين الفلوس الأموال ومحتاجين التكنولوجيا وأخيرا ذكر السيدة الرئيس ما هو أبعد من ذلك أن خروج المستعمر من القرى الإفريقية سوف يعيد القدرة الشبابية للشباب القرى الإفريقية بتحسين واستغلال صلواتهم طيب قبل أن نتحدث عن رسالة أفريقيا للعالم من خلال هذا المرض يعني هل يمكن الاستفادة من المعرض لوضع خطط ومشاريع أو مبادرات تنموية قريبا؟ بكل تأكيد واسمحيلي هذه مرحلة أخرى من المراحل التي تقوم عليها الدولة المصرية مع أشقائها في القرى الإفريقية أكيد حضراتكم اطلعتوا النهاردة لما بيكون في عدد من الرؤساء والشركات والمؤسسات والجهات التي تعمل مع الدول الأفريقية مع بعضها البعض بكلها معرفة بالفرص الاستثمارية داخل القرى الإفريقية وكيفية إزالة التحديات ما بين أشقائنا اللي هما ما حضروش النهاردة ولكن بالأمر بكل البطاطة اللي احنا بنتكلم عنه دايما إن التعاون الإفريقي هو اللي بيكون الصدى الأساسي للعالم في مواجهة اللي هو الصعوبات الاقتصادية حضرتك لا يننكر على يعني كل مشاهدنا العالم النهاردة في الوضع الاقتصادي صعب جدا فالنهاردة إن كنا فعلا قادرين بيسمى كده بإطلاق المنصة الإلكترونية اللي وضعتها وزيرة التجارة وزيرة التعاون الدولي مع وزيرة مع البنك الإفريقي هتلاقي المنصة دي لعقود والشركات ومشروعات كبرى يستفيد منها القرى الإفريقي هذا هو المردود في مرحلة قادمة نعرف نبني عليه أكثر من ذلك الرسالة يا دكتور مصطفى يعني رسالة أفريقيا للعالم من خلال هذا المعرض تحديدا ونحن في ظل ظروف عصيبة يعني من الناحية الإقليمية والعالمية خلينا نقول تاني يا فندم أن الرسالة الأساسية زي ما السيدة الرئيسة النهاردة تحدث مع أشقائنا في المعرض وفي اللقاء رسالة التنمية رسالة العمران رسالة السلام اللي دايما بتتكلم عنها مصر بلسان القرى الإفريقية دايما أننا مصر بتتحدث عن القرى الإفريقية وبتبعث رسائل للعالم نحن فيه احتياج لتنمية وتنمية بنية تحتية لرفع قدرات القرى الإفريقية والمجتمع الإفريقي والأمر الآخر اللي هو لازم العالم يصغ إليه ويستمع جيدا خلونا يكون فيه تنمية داخل القرى الإفريقية والابتعاد عن الهجرة غير الشرعية إحنا النهاردة إذا العالم الغربي أو الأوروبي أو الأمريكي نظر للقرى الإفريقية بنظرة استثمارية بنظرة بعد استراتيجي أكثر دون استغلاله ودون استعمار أعتقد هيكونه مردوده أفضل على أوروبا دون أن النهاردة يكون فيه هجرة غير شرعية يمكن حضراتكم تعلموا جيدا أن أوروبا النهاردة بقت تنفر أنها تستقبل الهجرة الغير شرعية ومش عايزة يد جديدة أو يد تكون دخل القرى الأوروبية من إفريقيا ليه؟ لأنه بيقولك ده أعباء علي لأنه هم بيجوش جايين لتنمية فالنهاردة إحنا بنترح رسالة للعالم دعوا المشروعات هي التي تتحدث زيادة الاستثمارات هي التي تزيد ولازم أننا النهاردة نحسن من قدرتنا الثقافية والقيم داخل القرى الإفريقية لزيادة التبادل التجاري ما بيننا وبين بعضنا دكتور مصفى يعني شاهدنا كلمات المشاركين بافتتاح المعرض وإدركهم لأهمية الحدث وضرورة التعاون والتكامل الأفريقي كما تحدثت في ظل الظرف العالمي الحالي يعني نصائح حضرتك أو توقعات حضرتك للفترة اللي جاية ونحن في ظل هذه الأحداث الكثيرة المتتالية خلينا نقول يا فندي أن كل من تحدث النهاردة سواء من الرؤساء أو المسؤولين أو حتى رئيس البنك الإفريقي بيبعث بشهادة شكر وشهادة تقدير للدولة المصرية ليسا للإستضافة فقط ولكن للعمل بمجهود ويعني زي ما بيسمى كده بزيادة قدرات القرى الإفريقية والتعاون لتحسين قدرة القرى الإفريقية مع العالم الخائجي هذا السناء من كل القادة في القرى الإفريقية المتعاونين والمشاركين معنا النهاردة بيضع لحظات أساسية ونقاط مضيئة للعالم أن الاقتصاد العالمي صحيح في أزمة اقتصادية ولكن لدينا ثروات ولدينا فرص استثمارية ممكن أن تحاقق رغبة المجتمع الإفريقي دعني أقطع حضرتك يا دكتور مصطفى وإشادة رئيس البنك الأفريقي بسمود الاقتصاد المصري في ظل هذه الظروف بكل تأكيد وطبعا البنك الأفريقي بنك له باع ومتواجد في مصر منذ أكثر من 20 سنة تقريبا في مصر وهو من المؤسسات ذات التمويل الكبيرة داخل مصر بيتعامل معها وبيمنح مصر شهادة ثقة بتمويله لكثير من المشروعات في البنية التحتية وهذا الأمر اللي دايما نحن بنتواصل مع المؤسسات العالمية لأن يكون فيه ابتكار أفكار جديدة تحسل القرى الإفريقية على التعاون مثال زي ما حضرتكم تعلموا جيدا سد تنزانيا مصر دايما بتحاول تكون مع شغرقائها في إفريقيا للتنمية للعمران مصر دايما بتدي رسالة للعالم نحن شرقاء وليس أعداء النهاردة لما بنتكلم الاستغلال الأمثل لصرواتنا هو ده اللي هيبعث رسالة للشعوب وللأجيال القادمة للتنمية دون الاستغلال خلي بالنا في نقطة في غاية الأهمية إن إحنا اللي بنعمله في بعض من الدول ومنازعات يعني زي شقائنا في السودان هو ده اللي بيأخر تقدمنا سواء في السودان أو في القرى الإفريقية أو حتى في دول حود النين رسائلنا دايما يا فندم من السيد الرئيس من الحكومة من الأجهزة المعنية حتى يمكن يا حضرتكم تشوفتوا السيد الرئيس في قمة الرياض إن إحنا بنبعث سياسائل للعالم نحن ليس معتدين نحن دايما متعاونين بنمنح بالثقة هذا ليس عجز هذه قدرتنا إن إحنا قادرين على إن إحنا نواجه العالم بما يليق بقدرتنا وأيضا إن العالم لازم يتعاون معنا بما يليق بنا وحضرتنا هذه هي الأمور اللي دايما بتبعث بها رسائل دكتور مصطفى يعني نعود للرسائل بذكر الرسائل ورسائل السيد الرئيس اليوم يعني تحدث عن كده نقطة أولها تدعيم التجارة البينية بين الدول الأفريقية وأيضا تحدث عن القدرات الهائلة التي تمتلكها القرى السمراء من موارد طبيعية ضخمة في كافة المجالات أيضا من ضمن هذه النقاط التي تحدث عنها السيد الرئيس اليوم هو التنصيق الكامل بين الدول الأفريقية جميعا للظهور بالمظهر الكامل المتكامل وتحدث أيضا عن الدعم الإيجابي من مصر لجميع هذه الدول بقدراتها المختلفة تحدث أيضا عن المعوقات والقدرة على مواجهة هذه المعوقات وعلاجها بكل تأكيد خلينا نقول فندم أن مصر قادرة على دراسة الموقف وكيفية اللي هو التحسين في قدرة القرى الإفريقية بمنقشة الأمور دي مع أشقاءنا في القرى الإفريقية القرى الإفريقية لها من القدرات فعلا ولكن عندنا بعض من التحديات وذكرت في أكثر من مجال ومن مواقع استراتيجية وحتى من الحكومات معروفية واحد المنازعات القبلية أو بعض من الحروب داخل بعض الدول اللي بتؤثر على الدول الأخرى أو على تجارتها نمرة اثنين الرسائل اللي في غاية الأهمية هي صعوبة التنقل أو الطرق والمعابر اللي بتوصل بيها البضاعة الخاصة ما بين الدول ما بين بعضها الأمر الثالث وهو اللي في أخطر من هذا الأمر هي القوانين والتعقيدات اللي هي دايما ما بيكون ما بين الدول وما بين بعضها علشان كده السيدة الرئيسة النهاردة بيبعث برسائل اللي لازم يكون فيه تنسيق أقصر من ذلك صح ليه التحسان وإصراع في عملية زيادة التبادل التجاري النهاردة التبادل التجاري في عام عشرين واثنين وعشرين زي ما حضرتكم تفضلتم في التقريض قربة تسعة مليار دولار هذه الزيادة لو احنا بصنا عليها بس في خلال الأربع خمس سنوات زادت أكتا من متين تلتمية في المية يعني احنا من الفين وعشرة الفين وحداشة ما كناش وصلنا تقريبا لواحد أو اثنين مليار دولار فهذا التصارع في زيادة التبادل التجاري ده بيحقق تنمية كثيرة وبيزيد من العدم الاستغلال من الجانب الغربي أو من الدول للقرة الصمراء الأمر الآخر هو الاستغناء عن عملة الدولار والمقيدة أو التبادل التجاري ما بين الدول وبين بعضها بالعملة المحلية ولكن هذه خطوة صعبة في ظل هذه الظروف الآن دكتور مصطفى يعني خلينا نقول فندم البداية ومرحلة من كل المراحل أن نكتزها هذا نجاح يعني احنا نشوف أن احنا كيف يبتدي دون أن نكون وقفين على يعني في مناطقنا دون التحرك هذا الأمر بالنسبة للدولة المصرية أو للمجتمع الإفريقي ده بيعود على المؤتمع كله بالتحسن متى حنبتد يعني هو إمتى حنبتدي نشتغل السنة اللي بعد كذا قد إيه فرصتنا في قد إيه في الإنتاج في الصناعة في الزراعة هذا هو التخطيط الاستراتيجي للقرة الإفريقية يا فندم اللي دايما بيتكلم عنه الرئيس أو بيتكلم عنه القادة الإفريقية في كيفية التحسن لزيد معدلات التجارة البيانية نعم الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي شكرا جزيلا لك